عبرت العديد من الدول العربية والاجنبية عن ارتياحها بعد اقرار الدستور المصري الجديد بنسبة هي الاعلى في تاريخ التصويت على الدساتير المصرية يأتي هذا فيما شككت منظمات حقوقية في الارقام التي اصدرتها اللجنة العليا للانتخابات والتي اعلنت ان 38.6 من المصريين الذين لهم حق التصويت اشاركوا في الاستفتاء وان نسبة الموافقة على الدستور الجديد زادت عن 98% اعلن المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية علي عوض بدء سريان العمل بالدستور الجديد فور اعلان اللجنة العليا للانتخابات النتيجة النهائية للتصويت بالموافقة على الدستورة واشار المستشار عوض الى انه بعد اقرار الدستورة اصبحت نصوصه سارية وسيجري العمل بمجبها الامر الذي يوجب على مؤسسات الدولة وهيئاتها الخاصة والعامة ومواطنيها الالتزام بما جاء في هذه النصوص واوضح ان مؤسسة الرئاسة تعكف حاليا على دراسة ايهما ستجرى اولا الانتخابات الرئاسية ام البرلمانية في ضوء جلسات الحوار التي عقدها الرئيس عدل منصور مع القوى السياسية والمجتمعية والحركات الثورية خلال الفترة الماضية والنتائج التي تم التوصل اليها خلال هذه الحوارات كما اوضح ايضا ان الرئيس منصور يدرس في الوقت الراهن بحث النظام الانتخابي الذي سيتم تطبيقه عند اجراء الانتخابات البرلمانية القادمة وكانت اللجنة العليا للانتخابات المصرية اعلنت امس السبت النتائج النهائية للاستفتاء على الدستورة مشيرة الى ان اكثر من 98% من الناخبين صوتوا بنعم في الاستفتاء على الدستور الجديد وان نسبة المشاركة فيه بلقت 38.6% وقال رئيس اللجنة ان 19.985.000 ناخب صوتوا بنعم للدستور الجديد في حين صوت 381.000 بلا في المقابل رفضت تحالف الوطني لدعم الشرعية النتائج المتداولة ورأى ان دعوته الى مقاطعة الاستفتاء نجحت مشيرا الى ان نسبة المشاركة لم تتعدى 10% من جهتها اعتبرت حركة ستة ابريل ما وصفته بعزوف الشباب عن المشاركة في التصويت باستفتاء الدستور يعد مقاطعة للعملية السياسية التي وصفتها بالعبثية وانتقدت منظمة الشفافية الدولية المسؤولين الحكوميين المصريين بسبب دعوتهم الصريحة للتصويت بنعم كما اكدت ان اجهزة الاعلام قامت بتغطية موجهة للاقتراع كما تحدث اتلاف المنظمات الحقوقية في مصر عن انتهاكات ممنهجة خلال الاستفتاء الذي رفضت منظمات دولية بينها مركز كارتر مراقبته بسبب الظروف التي تم فيها وطالب الاعتلاف بعدم الاعتراف بنتاج الاختراع بما انه جرى في جو مناهض للحريات وحقوق الانسان بحسب تعبيره موسيقى